بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل شرح شابتر 1 و بنبدأ بنقول What is numerical control What's numerical control فبقول لي Unautomated manufacturing process in which a machine tool is controlled controlled زي باب أول حاجة In an ordered sequence أهم حاجة ترتيب العمليات اللي أنا هشتغل فيها لما أجي أشتغل في CNC machines along a predetermined path دي مهم أقول النقطة دي إن أنا لازم أعرف الباث اللي أنا هشتغل فيه بمعنى إفرد لأنني لأتي عندي شفت وعايز أعمل فيه keyway فبقولي الأول إيه لترتيب العمليات أنا الرسمة أهم شي إن أنا بمسك الرسمة بتاعتي وبشوف ما هي العمليات المطلوبة اللي هنفذها كأنني هنفذ العمليات المطلوبة فبقول الأول حاجة عايز أعمل facing للشفت وبعدين أعمل وبعدين بعد كده الخطوة الثالثة هعمل الجزء اللي هو إيه هعمل فيه slot أو keyway آه يبقى ترتيب العمليات دي هتوصلني لإيه ما هي required dimensions إيه الأبعاد النهائية المطلوبة والأبعاد اللي ابتدائية اللي أنا بدأت بها والنهائية اللي أنا وصلت بها طيب بعد كده بيقول إيه add specific feed and speed rates إيه هي المتيرة اللي أنا هشتغل بها إيه نوع السورفس finish اللي أنا محتاج ده بيحددلي الفيد والspeed اللي احنا هنشتغل عليه بعدين بيقول إيه كل ده بقى done through a group of alpha numeric instructions كل الcommands بتاعت cnc machines أو numerical control بتبعوا برعا alpha numeric يعني إيه alpha numeric يعني عندي لتر مدبوعا بقيمة عددية زي مثلا نقول إيه for example g90 what does it mean g90 بقى دي كده عندي لتر اللي هو g وال90 اللي هو numeric value معنى هنا بقوله إيه اشتغل absolute يبقى هذا الdimension أو هذا الشكل اللي قدامي عايز أنتجه عن طريق إن المكان هتشتغل إيه بالabsolute coordinate system خلاص g00 يبقى كده g أدي الألفا وال00 أدي numeric value معنى هنا بقوله إيه rapid traverse يعني يتحرك بصورة يعني إيه رجع مثلا هنا goal in home position فبقوله إيه g00 وبنحط إيه القيم المطلوبة إنه هو يتحرك عليه طيب نيجي بعد كده بيقول إيه with the objectives objectives of numerical control إذا كان conventional machine جي شغالة وكويسة ليه رحنا لل numerical control عايزين نعرف إيه objectives إيه الأغراض من عشانها عملنا الن numerical الأول حاجة إيه increased production زيادة الإنتاج reduce labor costs make production more economical يعني إيه production more economical دي خد مالك إنت لما بتشتغل في ال N-C الأكيوريسي بتاعتها عليه جدا وبعدين عندك أول ما بتعمل settings بتاعت المachine الأكيوريسي بتاعت الpart رقم واحد هي الأكيوريسي بتاعت الpart رقم 100 يبقى كده إيه ما فيش عندي scrap طبيعي إن الهومن error بيدخل في أي عملية إنما هنا المachine شغالة فبنقول عشان كده لسه scrub وبالتالي بتبقى العملية اقتصادية من حيث توفير للوقت العامل ومن حيث توفير للخامة ومن حيث الحيث الكواليتي بتاعت المنتج اللي ناتي بعد كده بقول إيه make production easier هناك بعض الأشكال اللي هي بتاخد وقت كبير جدا على convention جدي مجرد أنا خلاص ما عملت البرنامج بتاعي بتبقى العملية سهلة جدا وبقدر أنفذ العملية بدون أي مشاكل إذلك بنقول إيه make production jobs easier بعد كده بقول إيه do production jobs that impossible without control فيه very complicated shapes تبقى صعبة جدا ان تنتج على convention حتى لو أنتجت تنتج one part تيجي الduplication بيبقى صعبة جدا بتبقى فيها مشاكل لعمري ما هعرف أنتج الparts كلها بنفس الquality لا على CNC أو الNC بصفة عمى بتبقى العملية سهلة وبنقدر ننتج الأجزاء اللي هي بتبقى يقولك increased accuracy on duplicate parts ديني ممكن انتكلمت قبل كده إن أنا عندي الparts أنتجوا يطلع رقم واحد هو رقم اثنين هو رقم ثلاثة الأكيروسي بتاعتهم هتبقى واحد